اشتركوا في القناة ويسر امرنا وامركم ويشافي مرضانا ومرضاكم ويعطينا ويعطيكم الخير كله ان شاء الله تعالى بما ان اليوم التوقعات لا يوم الجمعة والقمر موجود في برج الدلو اليوم القمر رح يتنقل في ثلاث منازل من الان موعد بث الحلقة ولغاية الساعة تسعة وستة واربعين دقيقة مساء من مساء اليوم الخميس بتوقيت جرينيش القمر موجود في منزلة سعد السعود وهي منزلة لتوطيض العلاقات والحرية والربح والتفريق بعد هيك يعني بعد الساعة تسعة وستة واربعين دقيقة مساء من مساء يوم الخميس اليوم الخميس اللي هو موعد بث الحلقة بنتقل القمر لمنزلة سعد الأخبية وهي منزلة للحماية والضرر والضفر والعقد وتوطيض العلاقات والحرية والربح والتفريق بعدها القمر رح ينتقل لمنزلة المقدم الساعة ستة وعشرين دقيقة من مساء اليوم الجمعة اللي هو خمستاش سبعة بتوقيت جرينيش بنتقل لمنزلة المقدم وهي منزلة للخير والثبات والسلامة والمحبة حكينا أن القمر موجود في برج الدلو بما أنه موجود في برج الدلو معناته التأثير على جميع الأبراج في هذا اليوم منشعر أن بحاجم سيلة تغيير فالروتين هو عدو هذه الوضعية منكون مدودين أكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب في الانضمام لنادي أو مجموعة من الرفاق وتجربة أسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي أكثر من أنه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة ادخال تغيير على مظهرنا الشخصي كخصة الشعر مثلا أو شراء أجهزة إلكترونية أو تجربة طعام الجديد بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم في عنا تأثيرات لزاوية جديدة ظهرت على الساحة اللي هي زاوية الاقتران الإيجابية اللي بين الشمس وبين عطارد وهاي طبعا رح تبدأ بعد قليل تأثيرات ذروتها بتأثيراتها إنها دخلت على التأثيرات لغاية يوم تسعة تاش سبعة طبعا ذروتها الكاملة أو بؤرة الذروة يوم ستة تاش سبعة الساعة سبعة وسبعة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديها أما بالنسبة للزاوية التي تليها واليوم آخر يوم تأثير لإلها هي زاوية التربيع السلبية بين الزهرة وبين نبتون اللي حكينا تأثيراتها من يوم 12 سبعة إلى يوم 15 سبعة طبعا هاي دائما بتذكرنا بمشاكل من الماضي بتتعلق بالجوانب الجنسية والعاطفية بتعكر صفونا وبرضه بتسببنا نوع من أنواع الإرباك وخيبات الأمل في الحياة العاطفية وبتشجعنا على استهلاك المفرط للكحول والمخدرات والأدوية المهدئة أو المنشطات وعادة زي ما ذكرنا أنه هذا آخر يوم تأثير يعني قوي بعدها في تأثيرات فرعية بسيطة بتصير لأنه هاي خلال فترة أي زاوية سلبية بين الزهرة وبين نبتون بتزيد خلالها التحرش الجنسي والاغتصاب وأكثر المتضررين هم الأطفال أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثلية الإيجابية بين الشمس وبين نبتون وهي تأثيراتها لغاية يوم 21 سبعة بتعزز الخيال الخصب في مجالات الفن والابتكار وبتزيد من قوة الحدث لدينا أما بالنسبة للزاوية الأخيرة من الزوايا البطيئة وهي زاوية التثلية الإيجابية بين الزهرة وبين زحل وهي تأثيراتها لغاية اليوم آخر يوم لتأثيراتها الو 15 سبعة بعدين بتنتهي هاي زاوية مناسبة للاستقرار أو لاستقرار العلاقات العاطفية وبرضو بيضمن لك إخلاص محبوبك أما بالنسبة للزوايا اللي رح تشكل مع القمر فعندنا زاويتين والزاويتين سلبية بالنسبة للزاوية الأولى هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين أورانوس وهاي رح تكون في تمام ساعة واحدة و 15 دقيقة بعد الظهر بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك طبعا هاي الزاوية زي ما حكينا تأثيراتها تبدأ من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين القمر وبين زحل وهاي رح تكون في تمام ساعة 10 و 26 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج يعني تأثيراتها من ساعات العصر لساعات فجر يوم السبت من واجه مصاعب وعراقيل بتطلب مننا أن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضود بيفتقر البعض لشجاعة لازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجعوا للهروب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية بطة الساق الكاحل الساق نفسه وتر العرقوب عضلات الساعد وهرمونات الغد الدرقية هاي الأعضاء ما بجوز إجراء عمليات جراحية لإلها طبعا إحنا بدأنا العقمر بالتناقص الآن بانحصار المحدب إذن تجاوزنا مرحلة الخطر للعمليات الجراحية فيوصى بإجراء العمليات الجراحية لأي شيء أو لأي عضو دون الأعضاء اللي ذكرناها وتعتبر هاي الأيام برضو مناسبة للحجامة له اليوم 14 موعد بث الحلقة ويوم 15 ويوم 16 هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ويصلح لإزالة الشعر الزائد ويصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الدلو خلو المسار القادم بيبدأ يوم السبت يوم 16 سبعة في تمام الساعة 34 دقيقة صباحا بتوقيت جيرينتش وبيستمر حتى تمام ساعة 38 دقيقة صباحا لا يستقر القمر بعدها في برج الحوت بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المحدب عمره 16 يوم أو انحسار المحدب 16 يوم في تمام الساعة 7 و51 دقيقة مساءا بتوقيت جيرينتش بيصبح 17 يوم نسبة الإضاءة بتصير 90% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم 22 سبعة سعيد بنسبة 100% القمر في الدلو حتى يوم 16 سبعة منتحس بنسبة 25% الآن في ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة 50% وبتستمر النحوس تبعته لغاية ساعات العصر بعدين بترجع بتنقص لـ 25% منتحس أما بالنسبة للعطارد اللي في السرطان لغاية يوم 19 سبعة سعيد بنسبة 60% الزهرة في الجوزاء حتى يوم 18 سبعة سعيد بنسبة 15% المريخ في الثورة حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% المشتري في الحمل حتى يوم 28 سبعة سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 23 عشر منتحس بنسبة 40% أورانس في الثورة حتى يوم 24 ثمانية سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 14 منتحس بنسبة 15% بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا لأصدقاء منكم أشخاص ممكن يتلقوا دعوة لحضور حفل أو مناسبة سعيدة أو اشاركوا بمناسبة معينة حاول انك تطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة بدورك في نوع من أنواع التحالف مع الزملاء والأصدقاء والجيران وحاول انك ما تبقى وحيد وحاول انك تخرج للقاء الناس لأجواء اجتماعية ولكن بدك تحاول ضبط العصاب أثناء التعامل مع الأصدقاء والمعارف ما تفقد السيطرة على نفسك عشان ما يصير بعض المشاكل بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل وهذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل تقدر تقدم أفضل ما عندك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ ممكن تظهر بعض المتاعب العائلية أو الشخصية والمطلوب منك إنك تكون على قدر المسؤولية هاي فترة شوي فيها نوع من أنواع صعوبة لأنها بيت السمعة فاليوم ما في داعي للمجازفة أو المغامرة أو تهور ضبط العصاب مطلوب برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا بتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات البعيدة وبتشاركوا في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وبإمكان كل يوم برضو تعزيز العلاقة مع الأحبة غد ممكن تلتقي بوجوه وآراء وثقافات مختلفة الأجواء اللطيفة بتحيط بحياتك وهذا شيء جميل بإمكانك تعزز العلاقات الاجتماعية والعائلية فالفترة هاي مثمرة على جميع الأصعاد برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب بيجي من شراكة من تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ما بيناسبك إطالة الخلاف والزعل بدك تحاول أنك تسارع لتقريب وجهة النظر باستطاعتك إدارة المفاوضات بشكل جيد ولا بق ممكن أنك اليوم تناقش موضوع بيتعلق بإرث أو موضوع مالي برج الأسد بترغبوا اليوم في تدعيم شراكاتكم وهذا يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني أهم شيء أنك تحاول أنك ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات اليوم ما بينفعك التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب بردة ولا تتسرع باتخاذ القرارات برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا اليوم ببدأ العمل بتراكم لديكم تدريجيا حولهم كتنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك وبرضو بتكن تنتبهوا لغذاءكم وراحتكم لا تسمحوا للواجبات بالتزامن ولا بالتراكم بدك تكون أكثر تنظيما وتحسن إدارة الوقت تجنب إثارة العدوات وإهمال وضعك الصحي حاول أنك تأخذ قصة من الراحة ويهدأ وكون عند حسن الظن برج الميزان بتشتد رغبتكم اليوم في التقرب من أحباكم وقضاء وقت ممتع معاهم وهي فترة مثمرة وإيجابية ممكن اليوم تشعر أنه في استعادة لإشراقتك اللي ممكن تسحر من خلال هالكثيرين بحضورك الباهر الجو مناسب لتلبية الدعوات وباستطاعتك المبادرة فالظروف ملائمة للمغازلة والمصالحة ولتكرار المحاولات برج العقرب بتحتل الأمور البيتية والعائلية القصة الأكبر من تفكيركم واليوم رح تجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن اليوم تضطر للإهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها أهم شيء أنك ما تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية اليوم برضو ممكن يكون فيها بحض المصاريف الإضطرارية والإضافية فعشان هيك دك تمسك إيدك شوي برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم أشخاص اليوم ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جهر بتتمتعوا بسرعة بديهة أو خاطر وباستطاعتكم مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة ممكن اليوم تحصل على فرصة جديدة لتفسير مشاعرك وتبرير مواقفك وبتنشط اليوم بالتنقلات والاتصالات برج الجديد تم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بتكوا تحذروا في أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة ممكن اليوم تعالجوا استحقاق مالي أهم إش إنكم ما تتسرعوا بتوظيف الأموال بل دققوا بالتفاصيل بتطمئن خواطركم نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ الأهم إنكم تتحركوا وتتفائلوا فاليوم ممتاز جدا برج الدلو بالنسبة لما أوليد برج الدلو بتبدأ اليوم فترة أفضل من الأيام الماضية بشكل أكبر وهذا الشيء بيعدلكم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتدعم من مركزكم الاجتماعي اليوم بيحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليكم إنكم تتحلوا بالحكمة والواقعية للأمور بتشتد عزيمتكم وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وممكن اليوم تحقق نجاح باهر برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا القمر موجود في بيت المتاعب لآخر يوم لإله فعشان هيك بسيطر التعب عليكم لليوم الثاني على التوالي حاولوا تنظيم أموركم المحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير ممكن تتدمر من تأخير أو سوء تفاهم أو التباس فعبدك تحاذر من البدء بأي شيء جديد وما تسمح للقلق أنه يسيطر عليك ويمنعك من العمل والنشاط ننظم أمورك وضاعف مجهودك حاول إنك تعمل الأشياء يعني بشكل روتيني وتدعم حالك معنويا هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء